ما احترامي الشديد يعني انا ما شفتش زمالك لا هجوما كويس ولا دفاعا طبعا حدس ولا حرج وصنا الشروط التاني مش لاقي نص المنع بالزمالك فجأة بلاقي الناس حسام عبد الجواد ولا أحمد ولا غزي سعيد كمال او معروف او علي رامو بيمشي مساحات كبيرة جدا بلا راضع وبلا مانع وكانهم بيلعبوا في موتش ودي يعني كانوا برا وقت طبع الودية مثلا ما فيش جماهير ما فيش اي تعاملات ولا وجون الهدف التاني نعم ونتشاهد الاهداف نحلل معك كابتن الهدف التاني موسيقى الهدف الاول الابتحاد شروط صلع عسور صاحب الهدف حالا فكرة بس ده ما فيش يعني الكرة احسان كم نقل بس اتنين في نص ملعب كابتن على كام واحد في زيادة عددية على طول في نص ملعب للشرطة وما فيش ضغط كله بيمثل انه بيضغط يعني لاحب زيادة العددية لكن دون تنظيم دون تركيز اينا امشي معاك بس ادي ضغط بس مش ضغط طبعا هو واحد بيحلق كمل كمل بس فيش حد خالص صلاح سليمان بقى اللي جوا مع حترامي لي مش هو صاح سمان اللي وقع ده هو رايح مع الكرة وسايب الراس حربة اللي جاي سايب صلاح عسور لو تعيدها تانية ياسر بعد اذنك هتلاقي هو بيبص ع الكرة صح في الاول صلاح وبص على اللعيب المهاجم بس كده بس هتلاقي صلاح واقف صح جدا مقام من نفسه وشايف بيبص هو على المهاجم ماشي ياسر بقى بص بيبص على المهاجم وبيبص على اللعيب اول ما كرة اللعبة تطلع برا اللعبة خالص بص انت بص على المهاجم ازاي يا صلاح انت خطوطين لورا شوية تأمن خطوطين لورا شوية تأمن نفسك رايح جايب وش يكيد انت ماشي صح ماشي صح وقا احتاجك الزمالك او احتاجك الفعلا ان الكرة انت برا اللعبة توقيتك خاطئ جراما وهذا هدف الجيش في الزمالك